واضح كان في نيتي أن أحدثكم حديثاً مفصلاً عن هشام بن الحكم سأؤجله إلى وقت قادم حيث سأعود كي أفتح هذا الموضوع بكل تفاصيله إن شاء الله تعالى سأوجز الكلام عن هشام بن الحكم هشام بن الحكم أصوله ما هي عربية الذي يبدو من بعض القرائن أصوله فارسية أصوله إيرانية لكنه عراقي ولد في العراق وعاش في العراق ومات في العراق جذوره جذور آبائه ليست عربية هو من موالي قبيلة كندا موالي قبيلة من القبائل يعني أنه ليس من تلك القبيلة وإنما انتمى إليها طلباً للحماية المجتمعية هكذا هي الأعراف كانت هشام بن الحكم كوفي لكنه نشأ في واسط كما يبدو من بعض ما جاء مذكوراً بخصوص تفاصيل حياته ليس مهماً أنا لا أريد أن أخوض في تفاصيل حياته نما أردت أن أعطيكم صورة إجمالية بعض عائلته كانوا من الشيعة لكنه كان جهمياً في بدايات شبابه الجهمية فرقة من فرق المعتزلة كان معتزلياً من الفرق المعتزلية المتعصبة إنهم أتباع الجهمي ابن صفوان فيقال لهم الجهمية في بدايات حياته كان جهمياً كان نابغةً من النوابخ لما التحق بإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وتعلم في أجواء الصادق صلوات الله وسلامه عليه صار علماً مميزاً في زمانه ما كان عند المعتزلة من يقاربه ولا عند سائر الفرق الأخرى كل المجموعات كانت تتمنى أن يكون عندها كهشام هشام كان نابغةً نابغةً لا مثيل له بالقياس إلى الأجواء الشيعية وبالقياس إلى الأجواء غير الشيعية نبوغه هذا كان واضحاً منذ صغر سنه كان مناقشاً جهمياً عنيداً لم يكن قد نما شاربه ولحيته في بدايات شبابه إمامنا الصادق هكذا وصفه حينما كان فتياً أقرأ عليكم من الكاف الشريف هذا هو الجزء الأول والطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران الرواية طويلة الحديث الرابع صفحة 193 إنها محاورة الشام مع الإمام الصادق وأصحابه إمامنا الصادق لما قدم هشام ورحب به هكذا وصفه ناصرنا بقلبه ولسانه ويده كان مخلصاً كان مخلصاً لكنه عثر بعد ذلك عثر لابسوا إنية هشام عاش مخلصاً لمحمد وآل محمد ومات مخلصاً لكنه عثر الذي ينقل الرواية يونس بن يعقوب يقول فورد هشام بن الحكم وهو أول ما اختطت لحيته لحيته هو التحق بالإمام قبل ذلك هذه الواقعة جاءت متأخرة بعد أن صار هشام في الوسط الشيعي علماً مميزاً فورد هشام بن الحكم وهو أول ما اختطت لحيته وليس فينا في أصحاب الإمام إلا من هو أكبر سناً منه فوسع له أبو عبد الله أبو عبد الله وسع له المجلس يعني أجلسه بالقرب منه أشار للقريبين الذين هم أكبر سناً من هشام أن وسعوا لهشام أريد هشاماً أن يجلس عندي فوسع له أبو عبد الله وقال ناصرنا بقلبه ولسانه ويده كما قلت لكم كان مخلصاً لمحمد وآل محمد عاش كذلك ومات كذلك لكنه ليس معصوماً عثر عثرةً عظيمة في هذا المجلس بعد أن تم الكلام إمامنا الصادق وهو يقيم طريقة حديثهم طريقة حديث أصحابه مع الشامي الرواية جميلة لكنني لا أجد وقتاً لقراءتها قيم طريقة نقاشي هشام مع الشامي هكذا قال الإمام يا هشام لا تكاد تقع أنت لا تقع في النقاش لا تكاد تقع تلوي رجليك إذا هممت بالأرض طرت فأنت فأنت تلاعبه تلاعب الذي تناقشه تصور له من أنك تريد أن تقع على الأرض ولكنك تطير يا هشام هشام وكيف وكيف يدافع عن محمد وآل محمد مثلك فليكلم الناس ولكنه قال له هذه الكلمة الخطيرة منذ البداية قال له فاتق الزلة فاتق الزلة يا هشام وهكذا مدحه ناصرنا بقلبه ولسانه ويده ثم قال له مثلك فليكلم الناس فاتق الزلة والشفاعة من ورائها إن شاء الله تنجو أنت ولكن اتق الزلة يا للأسف وقع هشام في تلك الزلة إمامنا الكاظم نهاه عن الكلام زمان خلافة المهدي العباسي وهشام في تلك الفترة أغلق فمه فما تحدث أبدا ولكن الظروف تغيرت بعد المهدي تقدير هشام كان تقديرا خاطئا كان يفترض فيه أن لا يدخل نفسه في ساحات نقاش مكشوفة وواضحة خصوصا حينما دعاه ذلك البرمكي يحيى ابن خالد وكان الرشيد حاضرا في المجلس لكنه كان يجلس خلف الستائر أكثر الحضار في المجلس ما كانوا يعرفون أن هارون العباسي كان موجودا ما أراد أن يظهر نفسه حتى يأخذ حريتهم في الكلام البرمكي طلب من هشام أن يحضر ذلك المجلس وكان منتدا واسعا حضر الجميع البعض منهم كان عارفا بوجود هارون وراء الستائر فأرادوا أن يوقعوا بهشام نقاش عجيب من أجمل ما يمكن أن يكون كان سببا كان سببا في هلاك هشام وكان سببا في إيذاء إمامنا الكاظم صلوات الله عليه وأدى ذلك إلى قتله إلى قتل إمامنا الكاظم نقاش عجيب من أجمل نقاشات هشام في الدفاع عن الإمامة فهو أمر جميل كما يبدو لكنه كان مقدمة وكان سببا أن أسرع هارون في قتل إمامنا الكاظم هارون حين استمع إلى هشام وهو يهيمن على المجلس بحديثه بحديثه المختصر الموجز القاطع بالأدلة الواضحة مفخرة الشيعة كان لكنه عثر عثر حين ذهب إلى مجلس ذلك البرمكي ما كان يفترض به أن يذهب الحكاية فيها تفصيل هارون العباسي كان خلف الستائر لما هيمن هشام على المجلس وأسكت الجميع هارون كانت ألوانه تتبدل ثم عض على شفتي هارون ثم عض على شفتي وقال مثل هذا مثل هذا حي ويبقى لي ملك ساعة واحدة هذه جيوش موسى بن جعفر هذا جيش صادق ولكن يهل الأسف الإمام ماذا قال له يا هشام اتق الزل تذكروا تذكروا عبارة إمامنا الحج في رسالته إلى المفيد ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم قطعا الزلل هشام ليس كهذا الزلل لكنها زلة إنها زلة فهشام جاء بنقاش عجيب ولكنه لم يكن في محله هذا موقف هارون العباسي ثم عض على شفتيه وقال مثل هذا حي ويبقى لي ملكي ساعة واحدة فوالله للسان هذا أبلغ في قلوب الناس من مئة ألف سيف هذا هو الذي يريده أئمتنا لا أتحدث عن الموقف الخاطئ لهشام يريدون بلاغة كهذه البلاغة قارنه هذا مع غبران النجف إما أن يغطي جهله بسكوته فهو أخرس شيطان أخرس وإما إذا تكلم يكون مضحكة ومسخرا فهل هؤلاء تلامذته صادق كما يقولون هذا تلميذ صادق هذا تلميذ صادق تلامذة صادق هؤلاء أما هؤلاء الغبران هؤلاء تلامذة الطوسي تلامذة السقيفة بني طوسي تلامذة السقيفة بني ساعدة تلامذة تلامذة صادق هؤلاء مثل هذا حي ويبقى لملكي ساعة واحدة فوالله للسان هذا أبلغ في قلوب الناس من مئة ألف سيف الحكاية لها تفصيل فر بعد ذلك هشام من ذلك المجلس أظهر لهم أنه يريد أن يذهب إلى بيت الخلاء فر على وجشه إلى الكوفة وهارون العباس داهم بيته ما وجده فاعتقل عائلته واعتقل تلامذته واعتقل أقرباءه واعتقل أصدقاءه وهشام فر إلى الكوفة واختفى عند بشير النبال من أصحاب أئمتنا ومن رواة حديثنا شخصية معروفة فاختفى عند بشير النبال أكله الهم ماذا فعل ماذا فعل إنها الزلة التي حذره منها الصادق إنه الخطر الذي حذره إمامنا الكاظم منه فالإمام حذره أن يكون شريكا في دمه قتله الهم فمات من همه وغمه وأوصى بشير النبال أن يجهزه وأن يضع جنازته أن يضع جثته في الكناسة في المزبلة وأن يكتب عليه هذا هشام بن الحكم طلبة أمير المؤمنين هارون لما وصل الخبر من خلال الحكومة العباسية إلى هارون أطلق سراح المسجونين الذين سجنهم بسببه ولكنه شدد الوثاق على إمامنا الكاظم وبعد ذلك عجل في قتل إمامنا الكاظم حشام لم يكن قاصدا ولكن زلة لها أسبابها قلت لكم كان في نية أن أتناول الموضوع بالتفصيل لكنني ما وجدت وقتا كافيا وقت الحلقة صار طويلا هناك روايات كان في نية أن أقرأها عليكم ترتبط بهذا الموضوع سأقرأ واحدة منها إنني أقرأ عليكم من رجال الكشي إنها الطبعة الرابعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي 2004 ميلادي طهران إيران رقم الحديث 496 صفحة 278 إمامنا الرضا يقول صلوات الله عليه أما كان لكم في أب الحسن عظاه في أب الحسن موسى بن جعفر ما ترى ما ترى حال هشام بن الحكم فهو الذي صنع بأب الحسن ما صنع جعل العباسيين يعجلون في قتل إمامنا الكاظم بسبب نشاطه ذلك كان مأمورا بالتقية لكنه خالف التقية لم يكن عن سوء قصد وإنما كان عن سوء تقدير هكذا أخذ القرار من أنها مرة وبعد ذلك سيبتعد عن الناس ولكن الذي حدث حدث إلا أن إمامنا الرضا ترحم عليه بعد ذلك وأمر الشيعة أن يتولوه بعد وفاته قطعاً لأنه توفي قبل استشهاد إمامنا موسى بن جعفر بعد أن فر من بغداد إلى الكوفة مكث أياماً قلائل قتله الهم والغم للذي فعله إذا كان هشام بكل عظمته صار شريكاً في دم موسى بن جعفر من دون قصد سيء بسبب سفاهة بسبب سوء تقدير بسبب قلة حكمة كان الذي كان فما تقولون عن هؤلاء الغاطسين في القذارة وفي مخالفة أهل البيت من أمهات رؤوسهم إلى أخامص أقدامهم مثلما وصفهم إمامنا الصادق هم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه قطعاً مقلدهم وأتباعهم كجيش يزيد الحكاية واضحة اعتبروا يا أيها الشيعة تجدون كلامي قاسياً سبوني واشتموني أنا أبرئ ذمتكم إنما أتكلم بهذه القسوة وبهذه الشدة كي لا نكون قتلة للحسين كي نأخذ العبرة من هشام ابن الحكم مع أن هشام ستدركه الشفاعة مثل ما قال له الصادق في بداية حياته يا هشام اتق الزلة وشفاعة من ورائها ستدركه الشفاعة ولكن ماذا نقول لأنفسنا إذا انطبق علينا هذا العنوان من أننا قتلة الحسين في آخر الزمان نزور قبره ونتشافى بتربته ولكننا ولكننا سنحشر في قتلته لأننا أتباع أولئك المراجع الذين هم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه بهذا ينتهي جوابي على السؤال الثاني وبهذا ينتهي الجزء الثاني عشر من أجزاء الطبق السابع غدا موعدنا في غدا موعدنا مع طبق جديد إنه الطبق الثامن وهو آخر أطباق مائدة القمر أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله